السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزائي النحلين معكم مسامح لاسا وحلقة جديدة من حلقات تعليم تربية النحل للمبتدئين في هذا الفيديو أحببت أن أريكم ما الذي أقوم به في المنحل هو إضافة العسلات إلى الخلايا التي وصلت إلى عشرة إطارات وبها أكثر من سبعة إطارات حضنة هذه الخلية تأخرت في الوصول إلى عشرة إطارات كانت ضعيفة نوعا ما فتم الاهتمام بها وضغطها في البداية الربيع في شهر منتصف شهر ثلاثة والملكة بسم الله بدأت في العمل على وضع البيض بكتافة ومع التوسعة قليلا قليلا بوضع الإطارات الممتوطة بسم الله من شاء الله خلية أصبحت الآن على عشرة إطارات هناك الآن مرعى الكلزة ومرعى أيضا لأزهار أجار الكرز فبسم الله من شاء الله معروفة برحيقها الممتاز وهناك الأزهار البري التي موجودة في كل مكان اللهم بارك يعتبر هذا الموسم الربيعي ممتاز جدا طبعا نصلى الله أن يتمم على خير فسوف نقوم الآن بعملية إضافة العسلة لهذه الخلية بإذن الله سوف نبحث عن الحاجز الملكي طبعا هذا هو الحاجز الملكي للذين لا يعرفون ما معنى الحاجز الملكي الفكرة من وضع الحاجز الملكي هو منع الملكة من الصعود إلى العسلة فنريد أن تكون العسلة أو الصندوق الذي يتم جمع فيها العسل يسمى بيع العسلة بأن لا يكون فيه حضنة فقط نريد عسل صافي وعسل مختوم في العسلة فلهذا يتم وضع هذا الشباك فوق الخلية الأمخلية التربية حيث ينحل يستطيع المرور من هذه الفتحات ولكن الملكة لا تستطيع أن تمر من هذه الفتحات وبهذا سوف نتحصل على عسلة مملوئة بالعسل الصافي مدون أي حضنة فسوف نريكم الآن كيفية وضع الحاجز الملكي يتم وضعها هنا فوق الخلية مباشرة كما تلاحظون أن النحل بدأ في الصعود من الفتحات ومن بعد سوف نقوم بإضافة العسلة طبعا معظم العسلات التي لدي هي بها إطارات ممطوطة فأحيانا بعد الفرز أقوم بصيانتها والحفاظ عليها لكي نقوم باستغلالها في الموسم القادمة ويحدث أحيانا أن بعض الإطارات تنكسر الشمع ينكسر فنقوم بإضافة شمع أساس لكي يقوم النحل بعادة بنائه ولكن لا يوجد أفضل من الإطارات الممطوطة في سرعة عملية جمع العسل فبسم الله ومشاء الله هذه الإطارات الممطوطة التي تلاحظونها أمامكم فهي ما زالت على ما يرام ومحفوظة بشكل ممتاز النحل بدأ فيها الصعود دودة العتة هنا لا نجد كثيرا هنا بدأت فيها الدخول إلى هذا الإطار وهذا غريب هذه الإطارات الأخرى بها يوجد بها قليل من العتة المفترض أن لا يوجد بها عتة ولكن لا بأس فأن الخلية قوية سوف تقوم بتنظيف الإطارات بإذن الله فهي ليست بحالة العتة لم تقوم بعمل كبير في الخلية طبعا للذين لا يعرفون العتة فهي عبارة عن فراشة صغيرة تقوم بوضع البيت داخل الإطارات فتخرج مثل يرقة أو دودة تقوم بأكل الشمع وتقوم بتخريب الإطارات فبهكذا انتهينا من وضع العاسلة طبعا هناك شيء عندما نقوم بوضع العاسلة لا تغذية نتوقف تماما عن التغذية الصناعية فهذا يعني الحصول على عصل طبيعي بإذن الله مئة بالمئة في هذه العاسلة عندما تكون لدينا خلية ضعيفة ولا يوجد مرعى أحيانا يعني نضطر إلى التغذية ولكن عندما نقوم بوضع العاسلة نتوقف نهائيا عن وضع أو نقوم بعملية التغذية للحصول على عصل طبيعي بمئة بالمئة إن شاء الله طبعا هذا فيديو صغير أحببت أن أشارككم به فنسأل الله أن يكون موسم خير للجميع لو عندكم أي سؤال أو استفسار فأنا موجود للرد على استفساراتكم تقبل التحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا